بركاته الناس بتسألني تقولي يا باش مؤندس مفتاح الإنارة بيبقى ارتفاعه كام هقوله حسب الكود اللي انت بتستخدمه في الفيديو ده انا هكلمك على كود الكهرباء المصري في الكود المصري بيقولك المفتاح يتركب على ارتفاع من متر وعشرين لحد متر خمسة وثلاثين او متر واربعين فاللي موجود في الكود بيقول من متر وعشرين لمتر خمسة وثلاثين من الارضية النهائية يعني الارضية النهائية دي باش مهندس حسب التقفيل بتاعك والفينش دي بنسميها الفينشد فلور ليبل يبقى لو حد قالك يعني الفينشد فلور ليبل مستوى التقفيل النهائي تمام يبقى انا دلوقتي لو دخلت هشوف ادي الفينشد فلور ليبل ففل هوصل على ارتفاع كامية باش مهندس حسب الكود اهو مفتاح الانارة ودي رمز مفتاح الانارة من متر وعشرين لمتر خمسة وثلاثين وهنا بيقول لي خلي بالك ملحوظة مهمة جدا ان انا تمام هوصل على بعد على الاقل عشرين سنطي اللي هي ميتين ملي من حفة الباب يعني المفتاح ده تمام هاجي من حفة الباب ووصل عشرين سنطي ولازم يكون الناحية التانية من فتحة الباب الناحية التانية من فتحة الباب مشان اروح اركب المفاتيح وافتح الباب تداري او تخبي المفاتيح لا يكون الناحية التانية الباب بيفتح يمين يبقى انا هركب المفاتيح بتاعتي يسار تمام ويقول لي تركب المفاتيح على ارتفاع خمسة وتمانين متر في بعض التطبيقات تمام في بعض الاستخدامات حسب الكود المصري تركب على ارتفاع خمسة وتمانين متر الستاندرد بتاعنا بنركب على كام على متر وعشرين لمتر خمسة وتلاتين ده مفتاح الانارة وبيركب على بعد كام عشرين سنط من حفة الباب واشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالتوصيلات والتمديدات الكهربية حسب الاكواد المختلفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته